اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانما تتميز ايضا عن غيرها من التجمعات بتمتعها بالسيادة فما معنى السيادة؟ إن كلمة السيادة معناه ومشتقة من كلمة لاتينية مع السوبرامور ومعناه أعلى والسيادة هي السلطة التي لا تحتاج لأي مبرر لإثبات صحة تصرفتها أي أن الدولة لها السلطة الكاملة لقيام بتصرفتها فالسيادة إذن هي تلك السلطة العليا التي لا تجد سلطة أعلى منها ولا تجد مساويا أو منافسا لها في السلطة داخل الدولة كما لا تجد سلطة أعلى منها أيضا على المستوى الخارجي فسيادة أيضا يعني أن سلطة الدولة كاملة داخل الدولة وسلطة كاملة على المستوى الخارجي فلا يجب الخلط بين السيادة والسلطة السياسية في الدولة فالسيادة هي صفة من صفات السلطة السياسية التي معناه أن سلطة الدولة هي سلطة عليا وأصلية ووحدة غير قبلة للتجزئة أي أن السيادة لا يمكن أن نجزئها في الدولة وقلنا بأن السيادة هي سلطة عليا من هنا نستنتج أن للسيادة مظهرا مظهر داخلي ومظهر خارجي فالسيادة الداخلية معناه أن سلطة الدولة داخل إقليمها هي سلطة مضلقة على سكان الإقليم فلا ينازعها أحد في فرض إرادتها وتنظيم شؤون إقليمها أما السيادة الخارجية فيقصد بها عدم خضوع الدولة لأية دولة أو سلطة أجنبية وتمتعها بالاستقلال الكامل أمام الدول الأخرى وتعاملها على قدم المساواة في تمتع بالحقوق والالتزامات الدولية من هنا نتكلم عن دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة فالدولة التي لا يمكن لها أن تكون على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات مع الدول الأخرى فهي دولة ناقصة السيادة والدولة التي لا يمكن لها أن تقرر شؤونها بكل حرية داخل إقليمها فهي دولة ناقصة السيادة أما عن مضمون السيادة فنجد أن للسيادة مضمون سلبي ومضمون إيجابي مضمون سلبي للسيادة يقصد به أن الدولة لا تخضع لسلطة أخرى في الداخل أما المضمون الإيجابي للسيادة فيتمثل في تمتع الدولة بالسلطة التي تعلو على الجميع في الداخل والتي بمقتضاها تقوم بوضع تستورها وسن قوانينها واتحديد نظام الحكم داخلها إلى آخره دون أي تأثير خارجي أو داخلي بما أن سلطة الدولة وسلطة ذات سيادة وأن سيادة الدولة على أفرادها على إقليمها وسيادة كاملة ومطلقة ولهذا نجد أن هناك موضوع يطرح نفسه ومن هو صاحب السيادة في الدولة التي تلغض لسلطة السياسية ذات سيادة فهي صاحبة السيادة ومستقرها لكن قلنا أن الدولة هي شخص معنوي مجرد وليس شخص أمادي فبالتالي بما أن الدولة شخص معنوي مجرد إذن تحتاج لأشخاص طبيعيين لممارسة هذه السلطة لهذا هناك تساؤل عن من هو صاحب الفعل للسيادة في الدولة بما أن الدولة شخص معنوي مجرد إذن من هو صاحب الفعل للسيادة داخل الدولة فنجد أن الفقه الدستوري لإجابة عن هذا الموضوع انقسم لقسمه قسم واهتمثل في نظريات الدينية أو تيقراطية التي تفسر صاحب السيادة تفسير دينيا وهناك الجزء الآخر الذي يسمى بنظريات الديمقراطية الجاءت بتفسير آخر لصاحب السيادة في الدولة بنسبة لنظريات السيقراطية أو الدينية تتفق هذه النظريات على أن صاحب السيادة هو الله ولكنها تختلف في تفسيرها لذلك كيف أن الله هو صاحب السيادة في الدولة ثلاث نظريات تتفق فقط في الطبيعة في شيء وهو أن تفسير أن صاحب السيادة هو الله لكنها تختلف في مانعت النظرية الأولى هي النظرية الطبيعية الإلهية للحكام يرى أصبح هذه النظرية أن الفكام آلهة يعيشون وسط البشر بالذلك يملك الحاكم السيادة المطلقة على رعاياه الذين يخضعون للحاكم خضوعا كاملا دون إبداء أدنى اعتراض فنجد أن هذه النظرية سادت في الإمبراطورية القديمة كميصر الصين روما إلى آخره مثلا في ميصر فرعون كان يعتبر إله يعيش في وسط البشر وبالتالي هو صاحب السيادة ويجب على الأفراد أن يخضعون له خضوعا عمياء لأن معصيته تعتبر معصية الله أما النظرية الثانية هي نظرية الحق الإلهي المباشر تتلخص هذه النظرية في أن الحاكم بشر وليس له طبيعة إلهية لكن الله هو الذي منح له السلطة لوحده فالحاكم يستمد سلطاته من الله دون تدخل البشر لذا يجب طاعته والامتثال أوامره لأن معصيته تعتبر معصية الله وهذا ما نظرية جاءت بها الكنيسة المسيحية لتبرير السلطة المدرقة للبابة ولكي كل أفراد الشام يخضعون له خضوعا كاملا أما النظرية الثالثة هي نظرية الحق الإلهي الغير المباشر هذه النظرية مع تقدم البشرية جاءت هذه النظرية للقول أن اغتيال الحاكم لا يطم من طرف الله بل من طرف الشعب لكن بأرشاد وتوجه من إرادة الإلهية معناه أن الإنسان مسير وليس مخير أن الإرادة الإلهية هي التي وجهت الأفراد لاختيار ذلك الشخص كحاكم عليهم هذه بصفة مختصرة النظريات الدينية وتفسيرها لصاحب السيادة في الدولة في مقابل هذه النظريات الدينية نجد النظريات الديمقراطية فجاءت هذه النظريات الديمقراطية لتقرر أن المحكومين هم صاحب السيادة خلاف النظريات الدينية التي ترى أن الحكام هم أصحاب السيادة فهذه النظريات ترجع سيادة للمحكومين أي لأخراج الشعب بالتالي فصل السلطة عن الشخص الممارس لها عن الحاكم الذي هو فقط موظف يمارس السلطة باسم المحكومين لكن ما هو مصدر السلطة ومن يمنح الشرعية للحكام لممارسة السلطة السياسية لهذه إجابة لهذا السؤال انقسم الفقه إلى قسمين قسم جاء بنظرية أن صاحب السيادة هو الشعب والقسم الثاني يا ربي أن صاحب السيادة في الدولة هو هي الأمة لا سوبرنتي دلالنسيون أولاً بنسبة للنظرية الأولى هي نظرية سيادة الشعب لا سوبرنتي پوبولار ترسب هذه النظرية إلى الكاتب والفاقير جون جاك روسو الذي أوضح في كتابه العقد الاجتماعي مع الكاتب والفاقير 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 لأن صاحب السيادة يباراً ممارسة للإرادة العمل والفاقير 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 السيادة هي سيادة مجزة على كل أفراد الشعب وتتوزع بالتساوي على كل أفراد الشعب لكن عند جون جاك روسو المقصود بالشعب ليس كل الأفراد بل هو الشعب السياسي وليس الشعب الاجتماعي الشعب السياسي أي الأفراد الذين يتمتعون بالحقوق السياسية حق الانتخاب وحق التشترشح وقد درسنا في هذا المفهوم الشعب السياسي والاجتماعي في أركان الدولة فيرزوا أن لكل فرج جزء من السيادة متساوي مع كل أجزاء الأفراد الأخرى حيث كتب في كتابه العقد الاجتماعي أن لو فرضنا أن الدولة تتكون من عشر ألاف مواطن فإن كل مواطن يمتلك جزء من عشر ألاف جزء من السلطة السيادة معناه أن كل فرد من أفراد الشعب السياسي له جزء من السيادة يساوي أجزاء الأخرى التي يتمتع بها المواطنون القحارين وهذه السيادة بما أنها تجد تعبيرها في الإرادة العامة تجد هذه الإرادة العامة تعبيرها الحقيقي في التشريع أو في القانون الذي يعتبر هو تجسيد للإرادة العامة بالتالي فنجد أن جورجا كروسو منح كل مواطن جزء من السيادة مساويا للأجزاء الأفراد الأخرى ومن هنا نجد أن هناك نتائج تترتب عن هذه النظرية أهم هذه النتائج أن الإقتراع أو الإنتخاب هو حق بحث ترى هذه النظرية أن الإقتراع أو الإنتخاب حق لكل فرد بما أن له جزء من السيادة بما أنه حق ستنضغى فيمكن أن يمارسه ويمكن أن يتنازل عنه ويمكن أن يمارسه بنفسه أو ينتخب من دوبين عنه أي يوكل أشخاص بوكالة إلزامية يقوم الشخص الموكل بتعبير عن إرادة موكله النتيجة الثانية الإقتراع العام أي أن الإنتخاب حق عام لكل المواطنين أي كل من تتوفر فيه الشروط القانونية مثل السن، الجنسية، الجنس يمكن أن ينطحك النتيجة الثالثة هي الوكالة الإلزامية الماندى أمبراتيف بما أن لكل فرد من السيادة فإن الناخب مرتبط بناخبين في دائرته بوكالة إلزامية تتيح لهم توجه تعليمات وأوامر ملزمة إلى نائبهم وللناخبين حق عزلين معناه أن العلاقة بين الناخب والأشخاص الذين انتخب عليهم تكون علاقة دائمة حيث يجب الناخبين يجب المنتخبين أن يقومون بكل ما أوصى به الناخبين من تعليمات وأوامر وإذا لم يقوموا بذلك أي لم يحمل إرادة الناخب كما جاءت يمكن للناخبين عزل نوابهم بما أن هناك وكالة إلزامية بين الناخب والنائب وعلاقة دائمة بينهم أما النتيجة الرابعة أن القانون يكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية لماذا؟ لأن عندما نقول بالانتخار الاستفتاء على قانون هناك من يوافق هناك من يرفض إذن القانون يكون دائماً تعبيراً عن إرادة الأغلبية علماً بأن هناك أقلية ترفض النتيجة الخامسة الديمقراطية المباشرة والغير المباشرة نظرية سيادة الشام تتفق مع الديمقراطية المباشرة معناه أن الناخب يقوم باختيار نوابه مباشرة أو الاقتراع على القانون مباشرة تصويت على القانون مباشرة لكن هناك أيضاً ديمقراطية شبه مباشرة من ديمقراطية شبه مباشرة أيضاً الاستفتاء الشعبي على القانون الحل الشعبي عندما يتدحل الشعب لحل المؤسسات وأن نظرية سيادة الشعب لا تتفق مع الديمقراطية النيابية أي أين يكون النائب مستقل عن ناخبه بمجرد انتخابه وهذا ما نجده في الجزء الثاني من الموضوع النظام النيابي في نظرية سيادة الأمة وذلك يعني أن الشعب بإمكانه صلع الإرادة العامة بنفسه مثل تصويت على القانون أو بصفة غير مباشرة مثل الاستفتاء الشعبي أو الحل الشعبي لكن انتقدت نراية سيادة الشعب لأن ارتباط النواب بناخبه سيؤدي إلى الأخ بعين الاعتباء المصالح المحلية أي أن النواب سيطبطون أو سيؤدين المصالح المحلية دون المصالح العام للدولة بما أنهم في ارتباط دائم مع ناخبهم أما النظرية الثانية التي جاءت في صاحب سيادة في الدولة في نظريات الديمقراطية نجد نظرية سيادة الأمة La Souverainte de la Nation هذه النظرية تنسب إلى الفقيه الفرنسي السيئس أسسها في كتابه كاسكولوتيريتا الصادر سنة 1789 والتي تعني أن السيادة هي للأمة كشخص معنوي للأمة كشخص معنوي فالسيادة حسب السيئس هي للأمة كوحدة قانونية متميزة عن الأشخاص الذين يشكلونها والأمة هي مجموع حسب السيئس هي مجموع الأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية التي تعيش في إقليم واحد ونجد أن رغم أن السيئس تأثر كثيراً بكتابات جورجاكروسو إلا أنه بل وراء هذه النظرية ونجد أنها قد في أول وهلة تظهر أن القول بأن النظرية أن السيادة للشعب أو القول بأن السيادة للأمة هو نفسه إلا أن في الحقيقة نتائجها تختلف اختلافاً جوهرياً مع نظرية سيادة الشعب فإذا كان رسو يرى بأن السيادة للأفراد للشعب وكل مواطن له جزء من السيادة فالسيادة عند السيئس هي للأمة وحدها وهي غير قابلة للتجزئة غير قابلة للتجزئة وبالتالي انطلاقاً من ذلك نجد أن نتائج نظرية سيادة الأمة تختلف جذرياً عن نظرية سيادة الشعب أو النتيجة أن خلافاً لما يقول قاله رسو أن الاقتراع أو الانتخاب حق نجد أن في نظرية سيادة الأمة الانتخاب وظيفة وليس حقاً سيادة فالأمة يمكن أن تحدد الشروط التي يلزم توافرها في هيئة الناخبين وبالتالي يمكن تقييده كأي وظيفة بما أنه وظيفة سيادة نحن نعلم أن كل الوظائف فيها شروط تحدد هذه الوظيفة وبالتالي كل شخص لا تتوفر فيه شروط الوظيفة لا يمكن له أن ينتخد وخلافاً أيضاً لنظرية سيادة الشعب التي أن فيها أن الانتخاب حق فبما أنه حق يمكن لصاحب الحق أن يقوم به ويمكن أن لا يقوم به لكن هنا في الانتخاب وظيفة فيجب على كل شخص تتوفر فيه شروط الوظيفة القيام به وإلا ستكون متابعة لأنه لم يقوم بالوظيفة إذن هو غير ليس حراً في القيام به أو عدم القيام به النتيجة الثانية الاقتراع مقيد الاقتراع مقيد وهذا خلافاً الاقتراع العام الذي قلنا فيه أن كل من تتوفر فيه الشروط القانونية له حق الانتخاب فهنا فبإن الاقتراع وظيفة يمكن تقييده ومع أثلات ما حدث في فرنسا في دستور 1791 حيث أن كان الاقتراع مقيد بالمال ويسمى لذلك معناه أن لا يشارك في الانتخابات إلا من تتوفر فيه الذي له يملك الأموال مثلاً في فرنسا قيد الانتخاب بشرط دفع ضريبة تعادل قيمتها ثلاثة أيام عمل وفي تلك الآوينة لا يمكن دفع هذه الضريبة إلا البرجوازيين أما أفراد الشام فلم يكن بإمكانهم دفع هذه الضريبة وبالتالي منع العديد من الأفراد من المشاركة في الانتخاب ظل هناك الاقتراع المقيد بالكفاءة والطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية معناه أن يشترط في المهام الانتخابية أن يكون في الناحب مستوى من التعليم وفي تلك المرحلة أفراد الشعب أغلبية أفراد الشعب لم تكن لهم كفاءات علمية وبالتالي إقصاء العديد من أفراد الشعب ثم النتيجة الثالثة الوكالة العامة المونتا نسيونال تكلمنا في نظرية سيادة الشعب عن الوكالة الإلزامية أين يكون النائب مرتبط بناخبه طول العهد الانتخابي هنا خلافاً لذلك نجد أن النائب بمجرد انتخابه تنفصل علاقاته مع الناخبين ويصبح ممثلاً للأمة جمعاً لا يمكن عزله قبل انتهاء عهدته فبمجرد انتخابه تنفصل علاقته مع دائرته الانتخابية ويصبح نائباً وطنياً نائباً وطنياً سيادة الامة الدمقراطية النائبية لا يستطيع اي تقوم لديمقراطية انتخابية لأن النائب من أول شيء يجب قيام به ووضع دستور وانتخاب هؤلاء النواب هم الذين يصنعون إرادة الامة و هناك مقولة ان كل ما يريده النواب هو ما تريده الامة بما انهم الذين يصنعون إرادة الامة وان الامة شخص معنوي مجرد لا يمكن ان تصنع إرادتها بنفسها بما انها مجرد 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 إذا نقطة هذه النظرية ان الاعتراف للامة بشخصية معنوية يترتب عليه وجود شخصين معنويين ينازعون ينازعون السيادة من جهة الدولة التي هي من أهم خصائصها انها شخص معنوي ومن جهة أخرى الامة إذا داخل هناك يوجد شخصين معنويين ينازعون السيادة الدولة من جهة والامة من جهة أخرى لكن بعد تعرضنا لنظرية سيادة الشام نظرية سيادة الامة نجد أن عندما ذهبت أو في الدستير الحديثة نجد أنها تأثرت بالنظريتين فرغم التباين بين نتائج نظرية سيادة الشام ونظرية سيادة الأمة نجد أن العديد من القوانين العضوية في العديد من الدول قامت بالتوفيق بين نتائج النظريتين مثلا خير مثال ما جاء في المادة الثالثة من دستور الفرنسي الحالي وهو دستور 10 أكتوبر 1858 والتي تنص على أن السيادة الوطنية ملك للشعب السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها الذي يمارسها بواسطة ممثله أي نظام نيابي وعن طريق الاستفتاء كما أظرت دستير الحديثة مبدأ الاقتراء العام أغلب الدستير الحديثة الآن تأخذ بمبدأ الاقتراء العام أي الذي تتوفر في كوهي شروط الانتخاب له حق أن يترشخ وينتقب وهي مبدأ من مبادئ نظرية سيادة الشعب وأغلبية الدستير اعتنقت النيابة الوطنية الموندانسونال مثل في الجزائر النيابة هي نيابة وطنية في فرنسا النيابة نيابة وطنية حيث أن النائب في البرلمان بمجرد انتخابه يصبح نائباً وطنياً وليس نائب لدائرته الانتخابية ولا يمكن للناخبين عزله وهذه نتيجة من نظرية سيادة الأمة نجد أيضاً أغلبية الدستير في موادها الأولى تنص على أن السيادة ملك للشعب السيادة ملك للشعب وهذه هي نظرية أو نتيجة من نتائج نظرية سيادة الشعب إلى آخرين فنجد إذن أن الدستير الحديثة نزجت بين نتائج نظرية سيادة الشعب ومبادئ نظرية سيادة الأمة إذن قلنا أن من خسائص الدولة أن الدولة شخص معنوي قانوني وأن الدولة شخص معنوي ذو سيادة وأيضاً ثالثاً أن من خسائص الدولة أن الدولة تخضع للقانون خضوع الدولة للقانون فبما رغم من أن سيادة الدولة هي سيادة مطلقة بالتالي لا تحدها أية حدود إلا أنه يجب أن تخضع الدولة للقانون وهذا هو نظام الدولة القانونية وتعني الدولة القانونية خضوع جميع الهيئات الحاكمة فيها للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها شأنها في ذلك شأن المحكومين أي أن كل تصرفات الدولة يجب أن تكون مطابقة للقانون ومن أهم عناصر الدولة القانونية لوجود دستور كما قلنا ويجب أن يكون هناك لكي نحترم مبدأ سمو الدستور الذي يبين حقوق والتزامات الدولة حقوق وحريات الأفراد أن يكون هناك ما يسمى بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين حيث أن إذا كان تصرف غير قانوني فيمكن المحكمة الدستورية أن تدخل لكي تلغي ذلك القانون الغير الدستوري بالتالي عزيزي الطالب انتهينا من دراسة المحاضرة الخامسة وموضوع خصائص الدولة وشكراً شكراً